اشتركوا في القناة الانستغرام كما تلاح يمكنك تصفحه في مكان واحد ايضا يمكنك التنقل الى تطبيق اخر وليكن مثلا تريد كذلك يمكنك تصفح مثلا تطبيق اكس او تويتر سابقا بصراحة تطبيق رائع جدا يدمج لك مجموعة من التطبيقات في تطبيق واحد ويمكنك صديقي حدف التطبيقات الاخرى التي تأخذ مساحة كبيرة جدا في هاتفك واستبدالها بهذا التطبيق الذي يوفر لك كل التطبيقات في تطبيق واحد اذا كان صوت الهاتف الخاص بك ضعيف جدا فيمكنك استخدام هذا التطبيق الذي استخدمته شخصيا وجربته واعطاني نتيجة خرافية جدا حيث يقوم برفع صوت الهاتف الى اقصى درجة كما تلاحظون يمكنك استخدام هذا التطبيق مثلا على اي تطبيق تستخدمه على هاتفك سواء للموسيقى او تطبيقات اخرى كيوتيوب يمكنك استخدام التطبيق على سماعات الرأس او الادون وكما تلاحظون اصدقائي طريقة استخدامها فهي بسيطة جدا تقوم بالسحب ثم تقوم بالضغط الاكتيفيت بوست اما التطبيق الثالث دوره يقوم بحذف لك ملفات الكاش المخفية في هاتفك من التطبيقات التي حملتها سابقا او التطبيقات الموجودة في هاتفك بنقرة واحدة سوف يقوم بعملية المسح والسكان وسوف يستخرج لك كل ملفات الكاش ويعطيك كم الحجم كما تلاحظون تقريبا واحد جيجا ونصف شاهد معي اصدقائي العزاء لدي 120 جيجا بايت ملء المساحة جدا في هاتفنا سواء في الرامو وكذلك وحدة التخزين قبل ان نكمل شرح التطبيقات اود ان اقدم لكم هذا الموقع الرائع لزيادة المتابعين واللايكات على مواقع التواصل سواء انستغرام تيك توك كل ما عليك ان نقرأ لوجين وتسجل في الموقع بحساب انستغرام مزيف لتفادي حضر حسابك الاساسي عند التسجيل في الحساب ستظهر لك هذه الواجهة من هنا تختار زيادة اللايكات او المتابعين سواء على انستغرام او المشاهدات على تيك توك على سبيل المثال اريد زيادة المتابعين على هذا الحساب كما تلاحظ به السفر متابع والصورة عليها السفر لايك كما تلاحظ كل ما عليك اخذ اسم حسابك على الانستغرام ومن ثم تتوجه الى الموقع وتنقر على زيادة المتابعين وتنزل الى الاسفل وتضع اسم الحساب هنا وتنقر على هذا الخير بالاخضر ومن ثم تنزل الى الاسفل ستظهر لك صورة البروفايل لحسابك كل ما عليك الان نقرأ على start وننتظر بعد التواني وسيتدفق المتابعون على الحساب كما تلاحظ سنعمل تحديث للصفحة بدأ يتوفد المتابعون على الحساب كما تلاحظ أمامك تذكير أصدقائي لابد الحساب الخاص بك على انستغرام يكون عام لتتوصل بالمتابعين الموقع جميل جدا لمن يريد تكبير حسابي باللايكات وبالمتابعين حقيقين رابط الموقع سوف تجدونا بالوصف أسفل هذا الفيديو التطبيق الرابع يمكنك من التحول من 4G إلى 5G أو العكس بنقرة زر واحدة كما تلاحظ على هذا الشكل التطبيق بسيط سهل الاستخدام يشغل عن طريق الشيزوكو كل ما لك صديقي وأن تتوجه إلى تطبيق الشيزوكو ثم تقوم بتفعيله بعد ذلك تتوجه إلى التطبيق ثم تقوم بتفعيل التطبيق على الشيزوكو على هذا الشكل والآن يمكنك صديقي التحول من 4G إلى 3G أو 5G عن طريق زر واحد كما تلاحظ على هذا الشكل الهدف من هذا التطبيق عزيزي هو منح المستخدم تحكما أكبر في وضع الشبكة الافتراضي إما لتحسين سرعة الأنترنت عن طريق فرض وضع 4G وال5G أو لتحسين عمر البطارية عن طريق التبديل إلى وضع 2G أو 3G كما تلاحظ على هذا الشكل التطبيق الخامس في هذه السلسلة دوره أنه يقوم بإيقافة تطبيقات التي تشتغل في الخلفية كذلك يقوم بفصل عليها الأنترنت بنقرة واحدة كما تلاحظون سوف يختفي التطبيق ولن يشتغل في الخلفية باتاتا وكذلك لن يستنزف من بطارية الهاتف وكذلك من بيانات الأنترنت كما تلاحظون يمكنك صديقي أن تقوم بالتأشير على كل التطبيقات وبنقرة واحدة لن يشغل أي تطبيق في الخلفية هنا سوف تجد التطبيقات التي قمت بعملها تجميد حتى لا تشغل في الخلفية كما تلاحظ يمكنك صديقي أن تقوم بحدف أي تطبيق تريد أن يشغل في الخلفية مثلا تقوم بالنقرة إلى هذا الشكل كما تلاحظون أصدقائي كل هذه التطبيقات فيشغلة في الخلفية تستنزف من الرام ومن بيانات الهاتف ومن البطارية فيمكنك صديقي أن تقوم بنقرة واحدة تجميدها كليا التطبيق السادس يعد مكتب ضخما من الأدوات للتعديل والتحرير سواء صور سواء الفيديوهات كذلك مدمج به الذكاء الإصطناعي كمثلا هذه الأدات تمكنك من تحويل صورتك إلى استوديو جيبلي أيضا سوف نجد أدات تحويل الصور إلى فيديو يمكنك تحريك أي صورة وجعلها متحركة أيضا هناك أدات ترفع عليها صورتك وتوعد لك صور يمكنك استخدامها مثلا في السيرة الذاتية أو للعمل بنقرة واحدة سوف تعطيك مجموعة من الصور أيضا يمكنك تفريغ الصور من الخلفية يعني تقوم بتفريغ الخلفية كذلك يمكنك تصفية الوجوه وتصفية الصور بشكل عام أيضا تمكنك هذه الأدات من توليد الصور عن طريق سكريبت أو نص كما تلاحظون تقوم بإضافته سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية وسوف يستخرج لك صور يمكنك توليد الصور من خلاله أيضا هذا الخيار يمكنك من إضافة أي صورة وتصفيتها وجعلها Full HD كذلك يمكنك تحويلها إلى Cartoon مع مجموعة من الأدوات كما تلاحظون هنا إذا قمت بشرح هذا التطبيق بجميع أدواتي فلن يسعني أزياد من ثلاث ساعات نظرا لمميزاته وأدواته المتعددة هذه الأدات AI Explained تمكنك من تكبير الصورة فمثلا لديك هذه الصورة غير مكتملة تقوم بإضافتها ثم تقوم صديقي باختيار الإطار الذي تريد زيادة الصورة له وكما تلاحظون أصديقائي في تواني سوف يقوم بتعديل لنا الصورة وإضافة الأجزاء التي نريد إضافتها في الصورة وتبدو طبيعية جدا كما تلاحظون هنا قبل وبعد هناك العديد من الأدوات الرهيبة جدا كمثلا هذه الأدات إذا اخترنا هذه الصورة مثلا لديك صورة مغمضة العينين في الصورة فيمكنك رفع الصورة الخاصة بك على هذه الأدات أو هذا التطبيق وكما تلاحظون أصديقائي سوف يقوم بفتح لك العين أو العينين الخاصة بك في الصورة كما تلاحظون قبل وبعد ويمكنك حتى اختيار مدى يعني فتح العينين في الصورة سوف تجد العديد والعديد من الأدوات ليس عنا شرحها بالكامل ولكن نكتفي بهذه الأدات ال ViewTree تولد لك فيديوهات ال ViewTree بطريقة مجانية وبدون حدود فقط يكفي أن تقوم باختيار الجودة ثم تقوم بإضافة النص الذي تريد وسوف يقوم بإنشاء لك فيديوهات ال ViewTree بطريقة مجانية كميزة ال ViewTree الموجودة في جوميني نعم أصدقائي مجموعة من الأدوات رائعة جدا داخل هذا التطبيق سوف توفيدك التطبيق السابع تطبيق ترفيه جديد ظهر على الساحة وكسر هيمنة التطبيقات الأخرى في ضرف وجيز نظرا لقوته جرب التطبيق ستشكرني علي